اول سؤال معانا بقى نرجع الورا شوية تأمل الشكل الذي امامك بص الشكل اللي قدامك ده ثم اختر سبب هذه الحالة المرضية بص يا جماعة للصورة اللي قدامكم الطفل الجميل اللي قدامكم ده عنده ايه مشاكل عنده خلل في تكون المادة القرانية خلل في الغدة الدهنية خلل في الخلاة الصبغية خلل في الشعيرات الدموية التي تغزي الغدة العرقية بص يا ابطال كده للصورة الصورة دي طفل امهق عارفين حالة المهقة هو ده الأمهق الأمهق ده حالة المهقة ده بتيجي نتيجة غياب صبغة الميلانين في خلايا الطبقة الداخلية في بشرة الجلد يبقى عنده ايه بقى الطفل الجميل اللي قدامكه ده عنده خلل في الخلايا الصبغية لغياب صبغة الميلانين في خلايا البشرة الداخلية للجلد فأصيب بحالة اسمها حالة المهقة تمام اشتركوا في القناة